إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوسا الصلاة سبحان الله منهم الصلاة يعني ممكن مسمي ترمومتر أو مقياس صحيح ترمومتر يومي للشاب والفتاة إذا أراد الإنسان أن يكون عنده الحل السريع الأمثل الناجح عليه بذلك الصلاة لذلك أنا أذكر دائما والدي إذا كلمني يقول لي يعني تذكر قول الله جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على القاشعين فهذه الحياة تحتاج الصبر ولا بد أن يكون عندك زاد إيماني وهو الصلاة فإذا اقتربت من الله جل وعلا في ميدان الصلاة أصلح الله لك بقية الأعمال ولذلك إذا صلحت الصلاة في يوم القيامة صلحت سائر العمل وإذا فتدت فتدت سائر العمل لكن أنا أذكر إخواني وأخواتي يعني بحديث النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم وهذا حديث سيد ملهم للذين يصلون لكن ليس في المسجد يقول صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة لفتطار ثم أنطلق برجال معي معهم حذم من حطب إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار استشعر يا أخي وستشعر يا أختي يا كل إنسان مقصر في الصلاة أن النبي عليه الصلاة تمنى أن يحرق علينا البيوت في النار يحرق علينا البيوت بالنار هذا لأننا تخلفنا عن صلاة الجماعة فالذر بالذي يفرق الصلاة لا شك أننا بحاجة إلى وقت شديدة في هذا الموقع وتذكير الشباب الفتيات بحق الوالدين أخي حق الوالدة وحق الوالد وكيف أن الأب يبدل من نفسه ومن وقته ويتعب ويجني بقوته وربما يدفع هذا القوت لابنه من أجل أن يرى ابتسامة على شفتي ابنه أو يرى ابتسامة على شفتي ابنته وربما يبدل كل ما يوسعي وتحمل كل الأم من أجل هذا الورد الصغير وهذه الطاة الصغيرة حتى يرى في المستقبل زهورا يانعة ومشرقة فلا شك أن هذا وقوف المسلم على حق الوالدين فأباك وأمكم سبب وجودك في الدنيا بعد الله عز وجل وهم الذين بهم تدخل الجنة هم أبواب الجنة فينبغي أن تقف وقفة صادقة معنا سكفت أحباب الحوار بهدوء وعقلانية حتى تصل إلى النقطة المطلوبة ذكرنا قصص عديدة كيف يكون الأب قدوة في بيته كيف تكون الأم قدوة في بيته كيف كانت تدفع أم الإمام أحمد الحنبل ابنها إلى حلقات العلم يطلب العلم كيف كان عمار والد هشام بن عمار يرسل ابنه من البصرة إلى المدينة ليطلب العلم عند الإمام مالك كيف كانت الأسرة فيها نوع من الحرص الذي يدفع الذرية والأولاد والبنات إلى الرقي إلى التقدم إلى معرفة ما يستفيدون فيه في دنياهم وينتفعون به في أخرهم ويخدون به عند الله سبحانه وتعالى ولذلك أنا أظن أن من أعظم من أعظم مشاكل المجتمعات المسلمة في هذا الزمان الأسرة يعني لو رجعنا مثلا لو رجعنا إلى إلى مسألة الصلاة وقلنا إن من أسلاق تلك الصلاة الأسرة وسيأتي معنى مشكلة المخدرات من أسباب المخدرات الأسرة العقوب الأسرة الحب المحرم الأسرة يعني كل هذا لأن الأسرة هي اللبنة الأولى الركيز الأولى في المجتمع فإذا نشأ الإبن وهو يرى والده ووالدته على خير وعلى بره وعلى تقوى وعلى صلاح كان هذا دافعا إلى أن ينمو نماء صحيح حتى وإن كان قد وقع ذلك الإبن في خلل أو في زلل إلا أنه يعود أدراجه مرة أخرى وينتبه لأنه عنده أسرة ربي على الخير وعلى البشر فالصحبة هي يعني يعني طريقة إما إلى الجنة وإما إلى النهار فاسمع ماذا يقول الله جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون فبين الله جل وعلا أن كل خل ومحبة تكون عدى ويوم فيه إلا خلة محبة المتقين النبي عليه الصلاة والسلام رب الصحابة على أن تكون علاقتهم وأقوتهم لله ومن أجل الله الشيخ محمد نعم إني أحبك أحبك الله ربنا أكثر أزاك الله شكرا للمتقين ترجمة نانسي قنقر